السلام عليكم الكثير من المستخدمين من من يواجهون مشاكل على أجهزتهم لا يعلمون بأن سبب هذه المشاكل هو افتقاد الحاسوب لبعض البرامج نعم فبرامج الحاسوب يمكن تصنيفها أو تقسمها إلى صنفين اثنين أساسيين القسم الأول هو البرامج التي نستخدمها في استفادة من بعض الميزات القيام ببعض الوظائف مثل الباوربوينت للإكسل للورد برامج الحماية المتصفحات جوجل كروم برامج مثل الفوتوشوب وغيرها من هذه البرامج هذه كلها برامج تعطينا بعض الميزات أو نستخدمها في بعض الوظائف لكن القسم الثاني الذي لا يعرفه أكثر من تسعين وتسعين في المئة من الناس وهو ما يعرف بالإسانشل بروغرامز أو البرامج الأساسية هذه البرامج لا تقوم بفتحها أصلا ولا تقوم بتشغيلها وإنما تحتاج فقط إلى تحميلها وتثبيتها على الجهاز ثم تتركها تقوم بعملها في الخلفية هذه البرامج تعتبر بمثابة درايفرز إن صح القول هي شبيهة بعمل تعريفات الجهاز فقط التعريفات تقوم بتعريف قطع الهاردوير على السوفتوير بمعنى الرام، الكيبول، الماوس وغيرها من قطع العتاد على السوفتوير الذي هو الويندوز في حالتنا لكن هذه البرامج تقوم بتعريف السوفتوير على السوفتوير يعني تقوم بالضبط بين البرامج التي تقوم بتثبيتها على جهازك ونظام الويندوز وبالتالي فعندما يفتقدها جهازك كما قلنا تعاني من الكثير من المشاكل خصوصا مع بعض البرامج وبعض الألعاب لا تشتغل ولا تستطع القيام ببعض الوظائف إلا إذا كانت هذه البرامج مثبتة على جهازك لكن المشكلة التي وجه الكثيرون هو أصلا أنهم لا يعرفون هذه البرامج فهي مجموعة من البرامج ليست برامج أو اثنين ثم المشكلة الثانية هو في كيفية تحميلها لأنه يجدون صعوبة في تحميل كل واحد منها على حدة ولحل المشكلتين معا أقدم لكم هذه البرامج في حزمة مجموعة ويمكنكم تثبيتها فقط بدغطة زر واحدة فقط لا غير فدعونا ننتقل مباشرة إلى الخطوات العملية أهلا من جديد أنا قمت برفع هذا الملف لكم على ميديا فايل حتى يسهل عليكم تحميله حجم الحزمة هو حوالي 360 ميجا بايت لا غير تحتوي على كل البرامج بعد تحميلها سوف تحصل على مجلد على هذا الشكل نقوم بفك الضغط عنه باختيار إكستراكت أول ثم إكستراكت أو استخراج ثم نذهب إلى هذا المجلد تجد فيه الحزمة هنا مجموعة كما تشاهد فقط قف عليها اضغط لازل فأر الأيمن ثم اخترران لتشغيلها بصلاحية الأدمن أو إكزيكتير إن كان جهازك بالفرنسية ننتظر بضعة ثواني إلى أن تنتهي هذه العملية عملية استخراج الحزمة كما تشاهد هذه البرامج الأساسية التي يحتاجها الجهاز تختلف عددها هنا يختلف من جهاز إلى آخر على حسب إذا كان جهازك يحتوي على بعض البرامج أو بعض النسخ من هذه البرامج فلن تجدها هنا لكن إذا كنت تفتقدها فسوف تجد يعني القائمة ربما أطول من هذا بقليل فقط بضعة برامج أخرى ثلاثة أو أربعة برامج على أقصى تقدير عموما هذه القائمة اختار جميع البرامج بالستناء الأدوبي فلاش بلاير قم بإزالة التأشير منه لأنه توقف عن العمل كما سبق أن شاهدنا قبل بضعة شهور أو بضعة أسابيع على موقعكم مشروح عندما تم الإعلان عن توقيف البرنامج هو فقط الذي لا تحتاجه أما باقي البرامج فكلها تحتاجها إذن تأكد من إنزالة تأشير فقط من أدوبي فلاش بلاير وأترك باقي الخنات مؤشرة أو معلم عليها ثم بعد ذلك فقط ننزل إلى الأسفل وإضغط على انستول هذه الضغطة الوحيدة التي تحتاج إلى القيام بها من أجل تتبيه جميع البرامج ضغطة واحدة تضغط على انستول ويتم تتبيه جميع الحزم وكما قلت في المقدمة هذه البرامج أساسية ولا يمكن لجهازك أن يستغني عنها لا بد لك من تتبيتها وهذه أسهل وأفضل طريقة لتتبيتها على جهازك بدل أن تبحث كثيرا كلها مجموعة لك في برنامج واحد إذن انستول كما تشاهد معي تبدأ مباشرة عملية تتبيت برامج الحزمة واحدا تلو الآخر وعند الانتهاء من تتبيت أي برنامج يعطيك كلمة النهاية أمامه مباشرة كما تشاهد أثناء عملية التتبيت سوف تظهر معك بعض النوافد على حسب البرامج موجودة على جهازك أثناء عملية التتبيت سوف تنبثق معك بضعة نوافد على هذا الشكل فقط تجاهلها وتركه يقوم بتتبيت البرامج لا تقاطعه ثم بعد هذه البرامج تحتاج منك إلى إعادة تشغيل الجهاز كما تشاهدون مثلا مع الفيجل سي بلاس بلاس يعطيك ريبوت ريكوايرد أمام أند انتهاء من تتبيته لكنه يخبرك بأنه يحتاج إلى إعادة تشغيل الجهاز لا تقوم بإعادة تشغيل الجهاز الآن حتى لا تقاطع عملية تتبيت باقي البرامج وتركه إلى أن ينتهي من جميع البرامج إذن بعد أن ينتهي من جميع البرامج سوف تشاهد بأن جميع البرامج الموجودة عندك هنا في صار الشاشة أصبحت توجد في شاشة التثبيت الشاشة عن اليمين إذا وجدت جميع الأسماء وكلها أمامها كلمة أند لا بد أن يكون كلمة أند أمام جميع البرامج هذا يعني بأنه تم تثبيت جميع البرامج عندها فقط يمكنك إغلاق هذه النافذة هذا كل ما عليك فعله لا تحتاج إلى فتحها ولا إلى أي شيء تعتبر من جنود الخفاء تقوم بعملها في الخلفية دون أن تشعرك أصلا بوجودها إذن كان هذا كل شيء في حلقتنا هذه أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الشرح وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في قادم الشرحات والحلقات على موقعكم مشروح دمتم جميعا في أمان الله